عقدت وزارة الشباب اللقاء السنوي لشركاء العملية الشبابية في الأردن ويهدف لقاء إلى تعزيز الدعم للشباب الأردني في محافظات المملكة كفا إلى التفاصيل إيمانا بأن الشباب الأردني هم ركائز الأمة وأساس نهضتها وحضارتها وخط الدفاع الأول والأخير عنها يأتي ذلك اللقاء الذي نظمته وزارة الشباب مع شركائها من مؤسسات حكومية وخاصة وجامعات لبحث سبل تعزيز عمل مشترك يحقق تغييرا في واقع الشباب الأردني كل دعم الحقيقة للشباب الأردني هو من أعلى سلطات الدولة من قبل جلالة الملك ومختلف مؤسسات الدولة هناك دعم حقيقة معنوي ومادي لا نشكو في وزارة الشباب من قصور في الدعم المادي أو المخصصات المالية خدمة للقطاع الشبابي وشهد هذا اللقاء مشاركة شبابية فاعلة عبرت عن آرائها ومطالبها التي تمحورت حول تعزيز مفهوم الابتكار والإبداع لدى الشباب الأردني أنا كشب عندي حلم عندي طاقة عندي أمل داخلي أنه عن جد أنا بناشدهم أنه بس دعم دعم خفيف مشان أنا أكمل فالدعم هو بيجي من النفس أول إشي من الأسرة من البيئة ومن ثم من المسؤولين وخلال هذا اللقاء تحدث عددا من الأكاديميين وعمداء شؤون الطلبة عن أهمية الإعلام في إيصال رسالة الشباب وفي تغيير واقعهم وتسليط الضوء على إبداعاتهم ونجاحاتهم دور الإعلام أن يرفع يوجينا أن نشوفه فيه هوب فيه أمل لأنه في عندنا إبداع وفي عندنا الشباب كيف أنا وأنتي بدنا نتقبل بعضنا إذا بس الموديل اللي عم نشوفه بالواقع هو موديل دموي النماذج كلها ذبح سلخ فساد طيب ألا يوجد خير يوجد خير مين اللي بده يقدمه منبرين المربر الإعلامي والمنبر أيضا المساجد نتطلع اليوم إلى ترجمة شراكة حقيقية فاعلة تقودنا معا إلى ما فيه الخير للجميع وتعزيزا للدعم الملكي بضرورة بناء استراتيجية وطنية للشباب لتنفيذ خطط وبرامج عمل شاملة